اشتركوا في القناة وعاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وهميتها في تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الصعود واشهد مجلس الوزراء بمخرجات اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني والتي تدعم توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله في تطوير التعاون المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة وذلك خلال استعراضه لنتائج الاجتماع الذي عقده برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد أعضاء اللجان الفرعية لمضاعفة الجهود تحقيقا لأهداف المواضيع والمبادرات التي يقرها هذا المجلس في مختلف المجالات مؤكدا سمو حفظه الله على أهميته في التأسيس لمستقبل زاهر تتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين بعدها رفع مجلس الوزراء صدق التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2021 كما هنأ المجلس كافة المواطنين والمقيمين داعيا المولى أن يكون عام خير وسلام على مملكة البحرين والعالم أجمع ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحية شكر وتقدير لرؤساء الدول الشقيقة والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات وأفراد العائلة المالك الكريمة ورؤساء وأعضاء السلطات بالمملكة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين على مشاعرهم الطيبة بتهنئة السموه بالثقة الملكية السامية بتعينه رئيسا لمجلس الوزراء وهي مشاعر لها محلها في النفس وتزيد العزمة نحو البذل والعطاء في سبيل الوطن العزيز ورفعته وتحقيق تطلعات أبنائه إلى ذلك فقد استعرض مجلس الوزراء أخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا كوفيد 19 على الصعيد المحلي والدولي داعينا المجلس إلى مواصلة الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها لتجاوز هذه المرحلة الهامة من مكافحة الفيروس من دون تعريض المجتمع للخطر الذي ما زال موجود وأكد المجلس أن الزيادة المضطردة في عدد الذين بادروا بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا يعكس ما يتمتع به المواطنون والمقيمون من وعي وإدراك بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية وسلامة مجتمعهم وبناء على ما عرضه معالي وزير الداخلية بشأن الادعاءات المغرضة والتحريف المتعمد حول مديرية شرطة المحرق فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الداخلية لنقل الشكر والتقدير لأهالي أم المدن المحرق التي سارت روحها الوثابة في الوطنية والنهضة إلى سائر مدن البحرين فهي منبع الخير والمشهود لأهاليها بالولاء الصادق ودورهم في النهضة التنموية والثقافية للوطن وكذلك نقل تقدير وشكر السموه للقائمين على الأجهزة الأمنية بمحافظة المحرق على ما يقومون به لحفظ أمن أهالي المحرق بالتزام وانضباط ومهنية كما هنأ مجلس الوزراء بمرور خمسين عاماً على تأسيس الشرطة النسائية بمملكة البحرين مشيداً بالمشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية في العمل الشرطي والأمني وما تحقيقه المرأة البحرينية من تقدمين على كافة المستويات في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبفضل الرعاية والدعم الذي توليه إياه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارنة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة واطلع مجلس الوزراء على ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات حصر الأضرار لتعويض البحارة البحرينيين المتضررين من الإجراءات المتخذة من السلطات القطرية وأكد المجلس على رفضه لأي أعمال مسيئة بحق المواطنين وأن هذه تجاوزات غير مقبولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق ومصالح المواطنين ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن دليل أعمال مجلس الوزراء والذي من شأنه تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان التنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية بالإضافة إلى أسناد عمليات اتخاذ وصنع القرار بمهنية عالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض جداول المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى تعديل قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 156 لسنة 2013 بما يحسن العلاقة التنسيقية بين الوزير والغرفة ويطور بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بالغرفة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تدشين النسخة المحدثة من الدليل المالي الموحد والتي تضمنت قرارات وتشريعات محدثة وفقا لسياسات برنامج التوازن المالي والميزانية العامة بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية ودعم التحول الإلكتروني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تطوير منتزى ومحمية دوحة عراد بالتعاون مع القطاع الخاص مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن مشروع قرار بتنظيم إعهاد مهمة مباشرة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين بما يعزز من الجهود القائمة لتحسين الإجراءات وانسيابية العمل مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رجود الحكومة على ثلاث اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واستعرض مجلس الوزراء ما يلي ذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية